السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينير 2 نبدأ مع بعض ان شاء الله بلايليست جديدة بنحل فيها اسئلة المعاصر لعام 2024 بس اللي هنعمله سنة دي اكتر من مجارة حل بكتير انا هعتبرك ما فيمتش حاجة من الدرس او قريت ومعلوماتك بسيطة هشرح لك كل سؤال وحشرح لك الجزء بتاع الشرح اللي بيسأل فيه السؤال وهواريك اشكال مختلفة لنفس الاسئلة من نسخة قبل كده وده هيساعدك جدا انك تضرب على الحل في اخر الفيديو هنحلق اسئلة اكترا موجودة في النسخة اللي قبل كده ومش موجودة في النسخة جديدة وافكارها مهمة جدا بتساعدك تربط افكار مع بعضها وفي الوصف فيه بلايليست اسمها الزاتورة بنازل فيها فيديوهات شرح للمنهج شرح مليان تركات وافكار سور انيميشن تساعدك تفهم وتركات ساعدك تطلع الحل على طول من غير اي مشاكل يريد تعمل لايك للفيديو وتعمل كمان سبسكرايب للقناة وعلشان تساعدني اني اكمل لك بنفس الحمس which of the following characterizes the nutrients اللي بيميز المواد الغزائية that are synthesized اللي بتبنى inside the green plant اللي بيبنيها plant جوة السلس الخلايا بتاعتو امتع during photosynthesis process تعالشو في شكل تاني السؤال لنفس السؤال food substances that are synthesized inside the cells of green plants are characterized by اكيد يقصد هنا photosynthesis process اللي بيعملها ال green plant او النباتة الاغضر وبيبني هنا carbohydrates proteins واللبات افتكر مع بعض photosynthesis process اول حاجة كان بيطلحها البلانت افتكر طبعا ده الجلوكوز بعدين بيكون carbohydrates او starch protein ولبات هي لي food substances او الحاجات اللي قصدها او substances او المواد اللي بيكونها النبات نتيجة photosynthesis process بيسألني substance دي هقول عليها high energy compounds مواد عالية جدا في الطاقة and complex structure ومعقدة في التركيب complex structure تعالوا نفتر food substances that are synthesized inside the cells of green plants are characterized by اكيد يقصد هنا photosynthesis process اللي بيحملها ال green plant او النباتة الاغضر وبيبني هنا carbohydrates proteins واللبات افتكر مع بعض photosynthesis process اول حاجة كان بيطلحها البلانت افتكر طبعا ده الجلوكوز بعدين بيكون carbohydrates او starch protein هي لي food substances او الحاجات اللي قصدها او substances او المواد اللي بيكونها النباتة نتيجة photosynthesis process بيسألني سبستانسة دي هقول عليها high energy compound مواد عالية جدا في الطاقة and complex structure ومعقدة في التركيب complex structure تعالوني فترسنا البروتيين اللي بتتكون من عدد كبير من الامينو assets connected together carbohydrate منها الجلوكوز simple بيتكون من مولوكوز واحد والstarge complex بيتكون من جلوكوز كتير كالنكتة together مرتبطين مع بعض اللبت الفات اللي كان بتكون من فاتي acid وجليسرول شكل اللي قدامنا ده مولوكوز واحد بس من اللبت او الفات طبعا زي ما انتشايف السبستانسة دي بتتكون من عدد كبير من الاتمز وبالتالي بيربطها عدد كبير من البونز او الروابط اللي بتكون storing energy مخزنة طاقة كل ما هزيد الاتمز يعني يزيد الموليكول الوزن الزري هيزيد البونز اللي بتكون storing energy مخزنة طاقة زي ما انتشايف complex اندار structure معقدة في التركيب وبالتالي high energy compound مخزنة كمية كبيرة من energy او الطاقة علشان كده اخترنا high energy compound يعني مركبات عالية في الطاقة نخزنة chemical energy طاقة كميائية في البونز بتاعتها complex structure معقدة في التركيب بتتكون من عدد كبير من الاتمز زي ما شفت ممكن استبدل الاختيار ده بحاجة تانية ممكن يعني صح لو قلت biological macromolecules فعلا احنا اخذنا الكربوهايدريت واللبت بنسميهم biological يعني مواد كميائية اتكونت جوه الخلية الحية macromolecules بتتكون من عدد كبير من المolecules او الجزيئات مكرو ممكن اقول organic هيكون صح برضو بمعنى ان كل السابستانس دي organic يعني mainly cancest of carbon and hydrogen اساسي في التركيب بالcarbon والhydrogen لو اخترت polymer هيكون صح لانا زي ما شفت بتكون او بتكون موجودة في شكل polymers او سلاسل تعالوا نشوف في شكل مختلف للسؤال ونفهم يعني ايه heterotrophs بتعتمد على غيرها فانها تحصل على غذائها يعني بتاخد او بتحصل على كرباهيدريت واللبت والبروتين في صورة جاهزة من حدتين فبنقسم الهترو لغولوزاوك والغولوزاوك منهم الهربي فورس يعني الهربي فورس تلات مجموعة الهربي فورس اللي بيأكله العشاب كارنيفورس اللي بيأكله اللحوم اومنيفورس اللي بيأكله الاتني نوع تاني من الهترو اسمه سابروفايت زي الفترياض بريد مولد فانجس مثلا عفن الخبز اللي بيتغزى على رمانينج فود بوائي الأكل يعني اللون الأخضر ده ده بريد مولد ده سابروفايت آآ تاراسايت ليفنج أرجنزم كائنات حية بتعيش جوه أجسام كائنات حية تانية بتشاركها في الكاربوهيدريت واللبس والبروتين بتاعتها وتسبب لها هامس أضرار زي بالهارسيا وزي نبات تاني باراسايت زي الأوروبانش عنده جزور بتمتد وبتتشابك مع جزور النباتات التانية المجاورة وبيحصل بقى على الارجانيك كامباونت بتاعته الهاي اي نرجي كامباونت في صورة جاهزة من النباتات المجاورة كده عرفنا الهيترو ترافز بيقول characterized by all the following بكل ده except obtain their food in the form of organic compound صح بس طبعا من حد تاني obtain their food in the form of high energy compound صح الhigh energy compound هي الorganic compound هي البيولوجي الماكرو هي البيوليمر اللي بيكونها الplant نتيجة plant نتيجة الفوتوسنتيس process obtain their food in the form of simple structure compound لا هي مش كده خالص هي ما بتحصل على أكلها في simple structure هي بتحصل على أكلها في صورة complex structure وهي الكرباهيدرات واللبات والبروتين يبقى دي wrong depend on others او depend on other organisms to obtain their food سهتمت على كائنات حية تانية فإنها تحصل على أكلها صح الهاتروترافز بيتميزوا بA وP وD بالتلات اختيارات دي لكن مش بيتميزوا في إنهم بيحصلوا على أكلهم في شكل simple structured compact فده الاختيار الصح c لكن بيئة الاختيارات بتكون wrong if you know that ice curse worms دي نوع من الديدان leave and feed inside human small intestine بتحيش وبتتغزى قوة الأمعاء الضغيقة للهيومن فبيسألي عن الأرجانيزم دي طبعا parasite متطفلة أو بمعنى أضاق هي hydrotrophs بتحصل على غذائها من كائن حي تاني نوعها parasite يعني بتعيش جوه الكائن الحي دي الهيومن تحديدا في small intestine وبتشاركوا في high energy compound المواد العالية الطاقة اللي بتحصل عليها بصورة جهزة وطبعا بتسبب له هامس أضرار هنا طبعا يحاولوا يطلعوها من البايل داكتي من مكان معين في small intestine لانا زي ما قلنا بتسبب هامس أو أضرار وبتشارك الهيومن فكل high energy compounds او المواد الغذائية اللي بتغذى عليها كل اللي قدامنا هيكونوا طبعا هيتروتراز بس بنقول ان الدير والهيومن والليون بيكونوا هولوزوك منهم طبعا الهربي فورس والكارني فورس والأمني فورس لكن المختلف هو البيد مولد فونغس اللي زي ما قلنا فتر عفن الخبز اللي بيتغذى على remaining food بقايا الطعام يعني طريق الثلاث كائنات حية في الحصول على الغذاء x y and z وبيتكلف عن كل واحد فيهم وانا بيقول لك كمين living organisms دي بالترتيب x y and z respectively طيب x بيقول انه takes simple raw materials بياخد مواد بسيطة from environment and convert them وبيحولها المواد عضوية معقدة في التركيب من غير التفكير ده نبات الاخدر بياخد قدامك مواد بسيطة في التركيب زي كاربون 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 دايوكسايد زي الووتر دي مواد بسيطة جدا في التركيب في وجود طبعا في وجود اللايت والكلورافل بيكون أو بينتج الكاربوهيدريت اللي منها بعد كده بيكون اللبت والبروتين يعني بيكون مواد عضوية معقدة في التركيب زي ما قل يبقى أنا قدامي اختيارين هو المفروض بيسأل على X بالترتيب يبقى X هيكون كورن بلانت أكيد فأنا قدامي اختيارين عاخد اختيار بيبتدي بالبلانت فقدامي يا سي دي طيب بيقول إن Y بقى بيعيش في القناة الهضمية في تغزى على الأكل المهضوم للكائن الحقيقي ده Y بيعيش في القناة الخدمية للكائن حي تاني وبيأكل من أكله وبيتغز على الأكل بتاعه يبقى أكيد ده مين أكيد ده براسايت مين براسايت بقى بالهارسيا دي نوع من البديدان بتعيش متطفلة في للهيومن يبقى أكيد Y ده هيكون بالهارسيا يبقى X قلنا كورن plant Y بالهارسيا و Z بقى بيقول lives growing in places في أماكن rich in organic substances يبقى كيد ده المشروم ده المشروم ده نوع من الفطريات بيكبر وبيتغز وبيتواجد في أماكن فيها مواد عضوية كتير بيكبر وبيتغز منها وبيكبر في الأماكن Root hair cell is characterized by the from the other normal plant cell يعني بيسألك الشعيرة الجزرية D Root hair بتتميز عن P E plant cells الخلايا النباتية التانية بإيه أولا presence of cell membrane لا طبعا اللي اتنين عندهم cell membrane أو غشاء بيحيد بالخلايا نحددوا مع بعض هنا أو ده cell membrane بيحيد بالخلايا النباتية وكمان Root hairs أكيد عندها cell membrane بيحيد بيها presence of a layer of protoblasm أكيد اللي اتنين عندهم protoblasm طب كل الكتلة اللي جوة دي كل الكتلة يعني الساتوبلازم المية اللي جوة كل الأورجانيلز اللي بيحوموا دي اسمها protoblasm فأكيد اللي اتنين عندهم protoblasm سواء root hairs أو شعارة الجزرية أو الخلايا النباتية العادية presence of sub vacuum اللي اتنين عندهم sub vacuum دي root hair عندها sub vacuum وهنا الخلايا النباتية العادية عندها sub vacuum لكن root hair بتتميز characterized by presence بوجود increase of its surface زيادة في مساحة السطح عن normal plant السلس عندنا خلايا البقية البقيين بتتميز بمساحة السطح ببقيتها كبيرة باستطالة extension طب دالي to absorb largest amount of water عشان تمتص اكبر كمية من الماء طيب امتى الاختيار ده بقى يكون صح اللي هو بي الاختيار ده لو كتب هنا large sub-vacul لانها بتتميز بانا عندها large sub-vacul حيبقى صح لكن هنا مش مكتوب large sub-vacul مكتوب sub-vacul بس يعني فجوة عصرية بس فمش اختاره فالأضاق هو دي بس الاختيار بي ده يكون صح امتى لو كتب لك هنا large sub-vacul يعني فجوة عصرية كبيرة من فيهم اكتر واحدة هتقدر ابزورب او تنتص اكبر كمية من الماء طبعا root hair number two لان ده هو الشكل الحقيقي او الصح لroot hair بيكون عندها large vacuum فجوة عصرية كبيرة طبعا وفيها تركيز عالي من الصوت الاملاح وبالتالي thin layer of protoplasm طبقة رفياة من البروتوبلازم مش طبقة سميكة بالشكل ده وبالتالي هنا يحصل absorption of water rubly بشكل اسرع واكبر بما ان طبعا large sub-vacul بتكون كبيرة واخد اكبر حجم من root hair زي ما احنا شايفين فده الشكل الصح للroot hair وبالتالي root hair هنا هتقدر تنتص اكبر كمية من water ما تنفعش لانا ما تنفعش اصلا sub-vacul which of the following has no relation حاجة ملهاش علاقة by fitting بملأمة root hair للشعيرة الجزرية to its function للوظيفة بتاعتها وهي absorbing water from the soil امتصاص المية من الصال يعني root hair ربنا خلقها لها characters صفات وخصائز بتساعدها في امتصاص المية في بقى حاجة هنا هو عايزها ملهاش علاقة او مش فرقة في امتصاص المية يعني مثلا absence of the cutin layer غياب طبقة من الكوتن يعني ايه الكوتن دي طبقة شمعية بتغطي plant leaves او اوراق النبات impermeable غير منفزة للمية زي ما انت شايف بتمنع المية من انها تدخل او تعدي لجوه النبات نفس الكلام لو كانت root hair covered بتغطيه بطبقة من الكوتن كده هتمنع root hair من انها absorb او هتمنع absorption of water او هتمنع المية من انها تعدي لجوه الroot hair وبالتالي لجوه النبات فnumber A absence غياب طبقة من الكوتن layer على الroot hair دي حاجة بتلائم او بتساعد الroot hair بانها تتلائم مع وظيفتها presence of large number of mitochondria وقد عدد كبير من الميتوكوندرية دي حاجة بقى لا تلائم او ملهاش علاقة او مش فرقة وجود عدد كبير او عدد ولاية من الميتوكوندرية مش فرقة في امتصاص المية هو ده الاختيار والميتوكوندرية ده المكان اللي بيتكون في الاتب او الطاقة والطاقة هنا او الاتب مش فرقة في امتصاص المية عددها كبير طبعا الroot hair عددها كبير وزياد لما واللوج نمبر يعني زيادة العدد ده بيخلي الroot hair او بيعمل absorption اسرع للووتر يعني الroot hair موجودة عدد كبير ده بيزود الميتوكوندرية مساحة السطح وبيعمل absorption اسرع امتصاص اسرع للمية فانا شايف النسي يلائم او بساعة الroot hair بانها تتلائم مع الوظيفة بتايتها عندها جدار رفيع جدا من السليولوز وداته اللاو عشان يسمح باسنج ووتر ازلي عشان يسرع من امتصاص المية كل ما كان ثن امتصاص المية اسرع يعني انا شايف ان اي و سي و دي دي حاجات بتخلي تتلائم مع الوظيفة بتايتها لكن دي حاجة مش بتخلي او ملاش علاقة بملأمة للوظيفة بتايتها مفاكرك بسرعة الميتوكوندرية هي المكان او اللي بيدخل فيه فيحصل لها تتكسر او الروابط وطلع الكميكال انرجي او ستورد انرجي الطاقة المتخزنة جواها الطاقة اهي تتحد مع فوسفيت جروب ADB يكون في الاخر الATB الATB مولكيول عملة الطاقة اللي بيساعد الخلايا في انها تعمل الفيتال اي حاجة زي ما اتفقنا محتاجة طاقة وبالتالي يعني وجود الATB بعدد كبير او قليل هنا ملوش حلقة بابزوربشن امتصاص زي الكالسيوم دي المنرالز النبات بيحتاجها جدا طيب ازاي المنرالز دي بتعدي لجوه النبات في طريقتين منها الديفيوجن او الانتشار بتعدي من تركيز عالي في الصغير في التربة للو التركيز الاقل اللي بقى جوه النبات ممكن العكس بمعنى انها تعدي من تركيز اقل يكون تركيز اقل في الصويل للتركيز الاعلى التركيز الاعلى هنا هيكون فين هيكون في النبات يعني عكس الورنار active transport عكس الديفيوجن طب ليه حصل ده ليه عدت بتعدي من التركيز الاقل في الصويل لتركيز الاعلى في النبات ده علشان النبات محتاجها بيحصل ده due to plants need احتياج النبات لها study the opposite graph that represent الاب مثل ions concentration of some elements in the soil and root hairs of a plant then determine حدد which elements is highly absorbed يعني عندنا هنا اربع انواع من المنرلز او المعادن هصل لهم absorption امتصاص بيسأل مين فيهم اللي حصل امتصاص بال ديفيوجن يعني ايه ديفيوجن يعني المفروض ان يكون تركيز الايون ده اللي بيسأل عليه يكون تركيزه عالي في الصويل وتركيزه له قليل في الروت هير بيحصل امتصاص او لما يعدي بقى من الصويل للروت هير او يحصل امتصاص هنقول كده هو حصل له امتصاص بطريقة الديفيوجن تعالوا ندور بقى من هنا 1 ولا 2 ولا 3 اللي حصل له امتصاص بال الديفيوجن يعني كان تركيزه عالي في الصويل وتركيزه له اقل في الروت هير اكيد طبعا ده 2 على اساس الكيدة عند لون الورنج ده تركيز الصويل وهنا ده التركيز في الصويل وده التركيز في الروت هير او البلانت عموما يعني كده هو عدى بالديفيوجن من الهاي كونسنتراشن للو كونسنتراشن التركيز العالي في الصويل التركيز الاقل في الروت هير يعني نمبر 2 امتصاص which of the following food substances have the ability to pass through plasma membrane of the cell من الحاجات دي اللي حتقدر تعدي من خلال البلازما membrane الستارش مولوكيول اللي بيتكون من جولوكوز جولوكوز كتير مرتبط مع بعض ولا الكالسيوم سولت ولا اللبت الفات اللي قدامك ده ولا مولوكيول واحد بس من اللبت ولا large sized amino acids amino acids كتير مرتبطين مع بعض من كونين سلسلة polypeptide من في دول حيعدي ثروب لازمة ممبرين رشاء الخلية طبعا كل الورجانيك مولوكيول دي او البييولوجيكا الميكرو مولوكيول اللي قلناها الستارش كاربيدريت اللبت البروتين مش ممكن بس ثروب لازمة ممبرين مش ممكن تخترق غشاء الخلية ابدا لا من برا الجوة ولا من جوة البره هي ما ينفعش تعدي السل ممبرين اللي قدامك او البلازمة ممبرين البلازمة ممبرين بيتميز ب النفاذية الاختراف يعدي الميا ومش ممكن يعدي الحاجات دي اللي قلنا عليها الورجانيك دي وبالنسبة للسولت الاملاح او المنرز بيختارها لو السل محتاجها بيعديها من خلال الجيتس دي ولو مش محتاجها مش بيعديها فطبعا زي ما قلنا اللي حيعدي الكالسيوم خلايا نباتية حطناها في محلول اكتسبت ميا او دخلها ميا با اسمازز فنومنان تعالوا الأول لنذاكر بسرعة يعني ايه اسمازز الاسمازز هي وي او طريقة throwage من خلالها الwater pass بتعدي throw semi-permeable membranes خلال الاخشية الشبه المنفز عندنا هنا بنشوف ناحيتين بيفصلهم semi-permeable membrane او غشاء شبه منفز في الناحية دي انت شايف ايه شايف high water concentration تركيز عالي من الميا معناه او لازم تفهم مدام قلت high water concentration لازم تفهم انه اصاده هيكون في low salt concentration high water concentration معناه low salt concentration تركيز عالي من الميا يبقى تركيز قليل من الاملاح والناحية التانية العكس بقى انا شايف low water concentration تركيز قليل من الميا يبقى high salt concentration تركيز عالي من الأملاح تركيز العالي من الأملاح أو high salt concentration في الجانب ده creates osmotic pressure ولد حاجة اسمها ضغط أو قوة تركيز الأملاح الكتير في الجانب ده تسبب بقى إيه؟ إن المياه تعدي من high concentration of water to low concentration of water هنا أو إيه؟ المياه عدت من الجانب ده high water concentration تركيز عالي للمياه للجانب الثاني اللي كان low water concentration تركيز قليل للمياه through من خلال semi permeable membrane هي دي الأصمازز ودي نفس فكرة الroot hair أو الشعارة الجزرية ربنا خلقها عندها large sub vacuum فجوة عصرية كبيرة والفجوة العصرية كبيرة دي عندها تركيز عالي من الأملاح high salt concentration أو ممكن تقول low water concentration وده تسبب في حاجة اسمها high osmotic pressure يعني يكون عندها ضغط سموزي عالي high salt concentration معناها high osmotic pressure طيب تركيز الأملاح عندها لازم يكون أعلى من تركيز الأملاح في الصعير يعني في الroot hair high salt concentration يبقى في الصعير low salt concentration هي لازم تكون كده تركيز الأملاح عندها أكبر من تركيز الأملاح في الصعير أو التربة أو البيئة اللي موجودة فيها وبالتالي لما يكون تركيز الصعير أو الأملاح في الصعير low يبقى معناها أن تركيز الميا بيكون high في الصعير فتتنقل الميا بالأسموزز من الصعير للroot hair من التركيز العالي للميا للتركيز الأولي للميا التركيز العالي للميا في الصعير والتركيز الأولي للميا في الroot hair بالأسموزز هي دي الأسموزز وما ننساش طبعا ده بيحصل throw من خلال السمي permeable membrane طب السمي permeable membrane بتاعنا فين هو البلازمة membrane هو الغشاء الشبه منفذ اللي من خلاله عدت الميا من الhigh concentration للlow concentration يبقى البلازمة membrane هو السمي permeable membrane حطناها في محلول يعني شربت ميا أو دخل لها ميا بخاصية الأسموزز يعني عاملك بالضبط زي root hair زي الشعارة الجزرية يبقى لازم يكون تركيز الأملاح جواها أعلى من تركيز الـ solution عشان ندخلنا عن ميا هي root hair تركيز الأملاح جوا root hair أعلى من تركيز الأملاح في الصيل فيدخل بقى الميا تدخل من الصيل لـ root hair نفس الفكرة هنا بيسألك هنا which of the following represent concentration عايز تركيز cellular sap يعني تركيز الأملاح جوا الساب vacuol أو الفجوة في كل من السل أو الحاجة بعدين الـ solution الـ solution respectively لازم يكون تركيز الأملاح أو salt في السل أعلى من تركيز السل فيكون في السل 7% وفي السل 2% أصاده بقى حيكون الميا هنا في السل 93% طب وفي السل هيكون 98 فتتحرك الميا بقى من التركيز العادي للتركيز الأقل أو من السل فجاند ووتر تشرب ميا أو وزنها يزيد فهنقول في السل هيكون 7% وفي السل 2% طبعا ما ينفعش يكون أد بعض الميا مش هتعدي وما ينفعش العكس The opposite figure شكله قدامك represent the muscle for adjacent cells خلايا ملتصقة that have different concentration of sugars عند تركيز مختلفة من sugar زي ما بين قدامك The water موف ستتحرك طبعا بالأصموزز الميا بتتحرك بالأصموزز دائما بين الخلايا فبيقول لك الطريقة هتتحرك منين لفين السل number one تركيز sugar 5% يبقى تركيز الميا هيكون 95% water طيب في السل number 2 sugar 3% يبقى الميا 97% طيب السل number 3 sugar 1% يبقى الميا 99% طيب السل number 4 0.5 يبقى الميا 99.5% يعني أعلى التركيز للميا موجود في السل number 4 وقال التركيز للميا موجود في السل number 1 يبقى الميا تتحرك من 4 1 من التركيز العادي للميا لتركيز الأقل للميا by أصموزز بتتحرك بالأصموزز بين أخشية الخلايا طيب هنا هو بيرتبر إن عندنا 2 سلنزر ركبناهم على بعض بالشكل ده وأول سلنزر في air شفاف طبعا وأنا colored gas علشان أشوف يعني أتتبع مصور الشكل ده إذا بيجي نكاف experiment after an hour بقى بالشكل ده إلا حصل ملاحظ إن colored gas حصل له diffusion يعني اتحرج انتشر في كل الأنحاء الكلام air برضو على فكرة فبيسألك إيه الفنومنان الظاهرة اللي بتفسر شكل إن الجاز يتحرك بالشكل ده أو بالطريقة دي بنقول إن بيحصل هنا حصل diffusion phenomenon يعني السبب الشكل القدامك ده هي diffusion بس diffusion upward and downward فوق وتحت كل الاتجاهات ولا upward only ولا downward only لا طبعا الجاز بتتنتشر وبتتحرك بشكل عشوائي في كل الاتجاهات upward and downward فاكرين زمان أما كنا بنقول بنجيب perfum وبنرشها في side أو corner كده معين من الروم بعدين بعد يعني مافيش few seconds بنلاقي إن الperfum انتشر في كل أو الجاز بقى انتشر في كل الاتجاهات فوق بس ولا تحت بس لا في كل الاتجاهات وفي كل أنحاء الروم هي دي الديفيوجن انتشار عشوائي لكل المولكيول في كل الاتجاهات خلاص فباخد الاتجاهات الأول فاخد بالك بقى من ركاية مهمة بيقولك هنا occurrence of diffusion و smosis فنومن لا فاش تقول smosis أبدا الجاز بتنتشر أو بتتحرك أو الموذمن بتاعة المولكيول بتمقى بالديفيوجن مش smosis دي حاجة خاصة بالووتر تعالى ندرس الأول الشكل زي مقلنا ونفهم شايفين هنا inverted funnel يعني ده مفضل ومقلوب ده مقلوب و covered متغطي هنا بممبرين ده ممبرين مغطيين بالفتحة وهنا جواب يحتوي على red ink solution ink حبر لونه red وموجود في water container بيقول ان بعد الساعة اللون الووتر هنا changes into red تحول للون الأحمر هنا بنفتكر مع بعض mechanism of minerals أو ions absorption ازاي بيحصل absorption أو امتصاص أو passing أو ازاي بتعدي الـ ions من الطرق دي الدفوجن أو الانتشار يعني بتعدي من high concentration to low concentration من التركيز العالي لتركيز الأقل throw خلال semi-permeable membrane الغشية الشبه منفزة هو ده اللي حصل ان المولوكيولز أو الـ ions بتاعت الانك اتحركت من funnel للووتر بال diffusion خلال الممبرين ده اللي واضح انه كان semi-permeable من خلاله عدت الـ ions بتاعت الانك او الحبر وتسببت ان الـ water container اول ما يقول لها تحولت للون red وسبب ده ان المولوكيولز او الـ ions بتاعت الـ ink او substance الماتر عموما بتكون في حالة continuous motion في حالة حركة مستمرة فحنقول بقى السبب ان الماء تلونت اللون الاحمر ان الـ ink molecule موف اتحركة throw الممبرين خلال الممبرين بخاصية diffusion من high concentration لل low concentration تركيز العين للتركيز القلب السليلوس ساك بعدين بيسألك شوية اسئلة concentration of water inside cellulose ساك نمبر 1 تعال نروح لنمبر 1 السليلوس ساك عايز هنا تركيز الوطر تركيز الوطر هنا كام الجلوكوس 10% يبقى الوطر 90% بيسألك concentration of water inside solution in case number 3 تعال نروح ل3 وبيسأل عن concentration of water في السليوشن في المحلول برا يعني برا في المحلول في السليوشن الجلوكوس 20% يبقى الوطر 80% بيسألك concentration of glucose inside solution in case number 2 concentration of glucose طب في case number 2 عايز تركيز الجلوكوس قوة السليوشن هنا أنا شايف 100% water يبقى تركيز الجلوكوس هنا 0 what is the reason what is the phenomenon الظاهرة which explains اللي بتشرح the reason why the vegetables gain the salty taste when being cooked السبب اللي بيخلي لما بنحط ملح على الخضار أثناء الطبخ بيكون طعمه أو بعد الطبخ بيكون طعمه سلطي أو طعمه ملح يعني عايز يقولك السبب اللي خلى إن السلط الأملاح تتنقل لجوة الخلايا بتاعة الخضروات ويكون طعمها سلطي ملح السبب طبعا هو الديفيوشن ظهرة الانتشار إن الملح أو السلط تتنقل أو انتشر في كل الخلايا بتاعة الخضروات اللي تنطبخها طبعا during cooking أثناء الطبخ سبب طبعا الديفيوشن أو الانتشار خلية نباتية لنجدر الخلايا بطريقة معينة اللي حصل لما نحط بقى الخلايا دي في مية مقطرة يعني إيه يعني التركيز السولت أو الأملاح زيرو مية مفاش مينرال خالص ولا صوت ولا معايد يعني المية هتكون أعلى تركيز للمية هتكون أعلى تركيز للمية من أي خلايا أنت هتحطها فيها لأنها السولت كونسنتريشن زيرو فلو حطيت بلانت شيل في الدستلت ووتر دي هتشرب مية كتير لو حطيت أنيمال سيل في الدستلت ووتر هتشرب مية كتير بس البلانت سيل بقى هيحصل لها سوالينج انتفاخ لكن الأنيمال سيل بيرست هتنفجر تبدل تشرب مية لغاية ما تنفجر ليه بقى البلانت متين حيمنع أو هيحمي السيل من أن يحصل لها انفجار لكن الأنيمال سيل بيرست هتنفجر لأنه ما عنداش سيل وول حطينا بقى إحنا بلانت سيل ولا أنيمال سيل حطينا بلانت سيل بس شلنا السيل وول بتاعها مش موجود السيل وول اللي بتكون من سليلوس مش موجود وبالتالي هنا السيل دي بلانت سيل بيرست يعني حتنفجر ليلة إن شلنا السيل وول قدار الخلايا القوي اللي بتكون من سليلوس اليف يعني تركيز الأملح خلايا متصقة ترات خلايا متصقة يعني اتجاه حركة المية بالأصماز حيكون ازاي يعني حيكون ازاي من الاكس ولا اتجاه المية حيكون ازاي طيب الخلايا عندها تركيز الصوت أو الأملح 1% يبقى المية 99% طيب الخلايا اللي تركيز الأملح فيها 5% يبقى تركيز الووتر 95% طيب الخلايا التركيز الأملح فيها 3% يبقى المية 97% اتعلمنا ان المية بتعدي من التركيز العالي للمية للتركيز الأقل للمية يعني هتروح من الخلايا X للخليتين اللي تركيزهم 5 و 3 يعني اتجاه المية هيكون كده من التركيز العالي للمية للتركيز الأقل للمية throw semi-permeable membranes من خلال للأخشية الشبهة المنفذة للخليل هي دي الأسماث The opposite figure represent بيمثل two identical cells خليتين متمثلتين One of them is put in high concentrated solution واحدة فيهم حطناها في تركيز عالي من الأملاح يعني إيه؟ يعني lower water concentration تركيز أقل من الماء The other three حطناها in low salt concentration تركيز قليل جدا من الأملاح يعني إيه؟ يعني higher water concentration تركيز عالي من الماء بيقول التركيزات دي with respect to بالنسبة لإلساب ذاكي لتركيز الأملاح جوه الفجوات بتعيتهم اللي هيحصل after 30 minutes بعد نصف ساعة هنقول إن أول أسل حطناها في تركيز من الأملاح عالي أعلى من التركيز اللي فجوة بتاعتها يعني معناها إنه هيكون lower water concentration المحلون دا اللي حطناها فيه يعني تركيز الماء هيكون أقل من تركيز الخليا دي وبالتالي الماء هتتحرك من جوه الخليا البرة من التركيز الأعلى للتركيز الأقل التركيز الماء العالي للتركيز الأقل خليا دي يحصلها shrinking يعني c regulatory أما العكس هيحصل في الخليا الثانية اللي حطناها في low salt concentration حطناها بتركيز قليل من الأملاح يعني تركيز عالي من الماء أو تركيز ماء أعلى منها هو تركيز أملاح أقل منها يعني تركيز ماء أعلى منها دا المحلول اللي حطناها فيها المياه هتخش من التركيز العيني للتركيز الأقل يعني من المحلول لقوة الخلايا الثانية فهي حصلها The opposite figure shows الشكل اللي قدامنا بيمثل The concentration of the cellular sub تركيز الأملح Inside three adjacent plant cells قوة ثلاث خلايا نباتية ملتصقة Which of the following choices الاختيار Shows اللي بيبين The path of the water transport يعني اتجاه المياه among three cells بين الخلايا دي الخلية اللي أو تركيز الأملح فيها 12% معناها أن المياه هيكون 88% طيب أو التركيز الأملح عندها 10% يبقى المياه 90% طيب التركيز الأملح عندها أو تركيز الأملح 8 يبقى المياه 92% يعني الcell D اللي بتاحها 8 هي أعلى تركيز المياه وبالتالي الcell A D هي ممكن تدي للcell اللي عندها 10% والcell التانية اللي عندها 12% والcell اللي عندها 10% ممكن كمان تدي للcell اللي عندها 12% يعني D The opposite figure الشكل القدامنا بمثل 2 pieces of potatoes قطعتين بطاطس have the same weight نفس الوازن at an equilibrium state في وضع التوازن on the shown balance what will happen اللي حيحصل when both of them اللي اتنين are immersed غمزناهم حطناهم في البيكر 1 و 2 طب بيكر 1 و 2 فيهم ايه ده بيكر 2 في distilled water ما يمقطر يعني ميا salt concentration zero معناها ايه بقى يعني تركيز الميا هنا هيكون اعلى من تركيز اي حاجة هحطها جواها يعني تركيز الميا هنا هيكون اعلى من تركيز القطعة البطاطس اللي احطها فيها فبالتالي الميا هتتحرك من ديستل تووتر او البيكر ده لقطعة البطاطس يعني قطعة البطاطس دي هتتشرب ميا هيزيد فياخد الاختيار ده اللي فيه وطبعا البطاطس او القطعة ال اكس حطناها في تركيز عالي من الصوت والاملاح يعني تركيز اقل من الميا تركيز اقل من الميا فالميا بقى تتحرك من البطاطس اللي برا او يعني هيحصل العكس فهنا البطاطس دي او قطعة البطاطس دي هتفقد وزن او وزنها decreases when immersing a plant cell in a solution with osmotic pressure 1% with respect to the cell concentration حطينا خلينا باتية في محلول تركيز اقل واحد في الميا المحلول تركيز اقل واحد في الميا من تركيز الاملاح جواه يعني المحلول هيكون هو يعني المحلول هيكون high water concentration فهي تتقل الميا من المحلول high water concentration تروح لمين تروح لل plant cell plant cell عندها cell wall بيتكون من cellulose قلنا وده fiber متين مش هيخلي السلطة نفجر بس هيحصل لها swelling in the fat the opposite figure shows rising of a concentrated sugar solution inside glass tube connected firmly in a hollow piece of cart that's put in dial sugar solution what's the reason for rising of the solution inside the tube بمعنى tube glass tube بس التوب دي بنقول إن عندها high sugar concentration يعني في التوب بقى التركيز عالي من الأملاح يبقى الماية يبقى low water concentration يبقى هي low water concentration وسبتناها في carrot دي جزرة خذوا مجوفة من جوه وفرغناها من جوه وسبتنا glass tube دي وحطناها في محلول لقدامك ده المحلول بس dial sugar solution يعني تركيز أقل يعني فيه سكر بس مخفف فده بقول عليه dial sugar solution يعني تركيز السكر قليل جدا يبقى هو التركيز الأعلى يبقى هنا في المحلول هو التركيز الأعلى في الماية يبقى المحلول هنا high water concentration و glass tube هي low water concentration طيب بيقول ان بعد شوية لقينا او after two hours لقينا ان تركيز الماية هنا السبب الماية هتتحرك من high concentration المحلول ل low concentration الكاروت بعدين تروح لل glass tube low concentration of water ويحصل rising او ارتفاع للماية طبعا هتطرد ان ال glass tube دي مفتوحة من الناحيات يعني مفتوحة من هنا عشان الماية تتحرك تدريجيا من المحلول بعدين للأنسجة بتاعت الكاروت اللي المفروض هيكون فيها تركيز عالي من الاملاح اتنقل لها من glass tube بعدين لل glass tube اللي فيها تركيز عالي من الاملاح يعني اقل من الماية يعني الماية بتتنقل هنا تدريجيا من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل لحد ما توصل لل glass tube وتسبب rising photo level يعني ارتفاع مستوى الماية هنا ايه اول التجربة كان هنا بعد كده في اخر التجربة كان هنا اشترى او احضر اربع قطع من الكارتس متسويين في الحجم يعني اتعامل معهم بالطرق اللي قدامك بعد اربع ساعات بيسألك مين فيهم هتكون the smallest in size اصغر حجم تعال نتكلم عن الجزء ده هنا انا حطت piece of carrot قطع من الجزر حطتها في ميا طبعا واضح ان دي distilt water مثلا او حتى ميا فالميا هتتنقل من البيكر لقطعة البطاطس التركيز الاعلى للتركيز الاقل التركيز الاعلى فين في البيكر حجمها هيزيد طيب العكس بقى هنا لما حطناها في concentrated sugar solution تركيز عالي من السكر يعني ايه تركيز عالي من السكر يعني تركيز اقل من الميا يعني تركيز الاقل في الميا فين في البيكر فالميا تتحرك بقى من التركيز الاعلى في الكارت للتركيز الاقل في البيكر وبالتالي هتفقد ميا فحجمها اوزناها هيقل طيب اما بقى اتعاملنا ازاي معاها قررنا نفس الاكسبرمنت بس في او عملنا لهم طالين جغلناهم اللي حصل هنا ان بتاع هيفقد النفاذية بتاعته وحيفقد الخواص بتاعته وهيبقى غير قادر على انه يدخل او يخرج ميا فانا هستبعد خالص مش هقول اي changes او تغيرات طفيفة جدا هي اللي هتحصل بعد الغلايا فهنا انا هاختار P هي اللي حجمها حيقل اختيار اختيار التغيرات اللي حصلت ل plant cell خلانة بتاعة which was put حاطناها in a concentrated solution محلول مركز لمدة 30 minutes هو لما يقول concentrated solution يعني المحلول هو تركيز عالي من الاملاح يبقى solution او المحلول يبقى هو اللي water concentration تركيز قليل من الميا والplant cell هي بقى هي بقى التركيز العالي من الميا هي يكون في plant cell الميا تتحارق من plant cell ل المحلول اللي water concentration يعني هتفقد ميا او هيخرج ميا فيحصل لها shrinking in kymish فتدريجيا بقى هيكون شكلها كده هتفقد شوية ميا بعدين تاخد الشكل ده بعدين هتفقد كل الميا يحصل لها shrinking in kymish بالشكل ده يعني ده التغيرات التدريجية اللي هتحصل لplant cell لما تخرج منها ميا تدريجيا يعني ما ينفعش نقول يحصل كده الاول plant cell يبقى شكلها كده تفقد شوية ميا تبقى كده بعدين تاخد الشكل ده وبالتالي الاختيار ده runc هنا نفس السؤال اللي اتقرر بس على الانيمال سل نقرأ حطينا انيمال سل محلول low osmotic pressure اقل 1% بالنسبة لتركيز الاملاح جوه السل نفسها يعني المحلول هو التركيز اقل من الاملاح اقل منها 1% يعني السل سل 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 المياه من السل سل 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 او ال high water concentration للانيمال سل لما تدخل لها مياه قلنا هيحصل لها الانيمال سل first لان ما عندها جز الو